أخ أمال أنت و أنا منعرف أنه طبعا القصة يعني إلها نتائج وتأثيرات الخطيئة عبر كل البشرية وحاول الإنسان والرب بعد أنبياء وبعدين الشريعة والأنبياء لكن منشوف أن الصورة بتكتمل أكتر في العهد الجديد في حمل الله الرب يسوع المسيح وفي نفس الوقت لما منقرأ في رسالة روميا منشوف يعني بتوضح الصورة عن إيه اللي صار وإيه الغرض اللي لهي ممكن تخذنا برحلة في هذا الموضوع رسالة روميا من الرسائل اللاهوتية العميقة اللي بتوضح فعلا فكرة الله للخلاص وبتتكلم على الغفران وعلى التبرير وعلى النعمة وعلى المصلحة وعلى السلام مع الله كل هذه المصطلحات كل هذه المصطلحات يا أخ النزار كلها بتؤدي إلى أنه تبررنا بالإيمان فصار لنا سلام مع الله تبررنا يعني تبررنا يعني في عينين الرب أحنا صرنا بلا خطية ليه؟ علشان دم المسيح هو اللي بيغطي عورتنا لأنه الأول أحنا لما آدم أخطأ وأحنا وارسنا الخطيئ على فكرة نقطة تانية مهمة بعد إذنك أطلع سواني على حتة دي لأنه ده بيثير التباسات كثيرة يعني فكرية نحن أزاي نورس خطية آدم بعود وقرر وليه ندفع ثمن خطية آدم فأنا بقول نحن لم نرث خطية آدم لكننا ورثنا الطبيعة الشريرة الخاطئة طبيعة الخطاءة الخطاءة الساقطة عشان كده بقولها في مسأل سريعي بعد إذنك يا خبزة لو أنا أشاركم أنه في قصة مجازية يعني كان في زوجي عصفور يعني عصفور وعصفورة مع بعض وكانوا بيطيرين بانطلاق فحرية بس نبهوا نبها أنه هم يجوش نحية الحتة دي عشان فيها شرك أو فخ أو شرك المهم ما سمعوش فراحوا نفس الحتة اللي مونوا عنها فالفخ اقتنسهم الشرك اقتنسهم فاتاخدوا العصفورين دول وتحطوا جوا قفص فصارا محبوسين العصفوران صارا محبوسين بمرور الأيام العصفورة باضت وفجس البيض وكترو في عندهم عصفير كتيرة السؤال أين هؤلاء العصفير داخل القفص أم خارج القفص هم داخل القفص هو ده بالزبط نحن لم نرث خطية يعني نتيجة خطية آدم لكن ورثنا الطبيعة الخاطئة لأن خلاص صرنا بالإثم صورنا وبالخطية حبلت بين أمهادنا داخل هذا القفص إذن أحنا ومن لينا نحتاج إلى أن يطلق صراحة من هذا القفص من الوحيد الذي يطلق صراحة عمل الرب يسوع الكامل على الصليب لهو آدم الثاني لهو آدم الآخير بالزرح الإنسان الثاني أو آدم الآخير عشان كده التبرير في نظر الله طالما الرب يسوع هو كان البديل بتاعنا هو اللي دفع التمن الخطيئة على الصليب وهنا يستلزم عدل الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر